اشتركوا في القناة بغبار وطبعا أهواء يمكن شديد أو رياح شديدة أو نشطة فراح نحكي أكتر عن كيف بيأثر هذا التقص وهذه الأجواء على مرضى الجهاز التنفسي والربو وترق علاجها وأكيد رح نرحب مع بعض برشا مناصر صباح الخير رشا صباح الفل سالي صباح الخير للجميع اشتقنا لك يعني بصراحة والله ونحن كمان يا سالي بس يعني منيح أنه هلا لقيته حل منتاز عشان الكل يظل بخير أنه أصرنا كل حدا في بيته لأنه هنا الوضع الوبائي يساري شوية مخيفة الأيام يعني كورونا عم تشر بطريقة بصراحة بتخوف والأعداد عم تتزايد يوميا فإحنا يعني حرصا من إدارة تقص العرب على موظفيها سلام موظفيها وسلامة يعني الديوف يعني تم قرار أنه نعرض هذا البرنامج سبعا من خلال برنامج فإن شاء الله بترجع الأمور مش داي أول أحسن من أول يا رب وحتى مبارح مثلا في كثير أمهات شفتي القرار أنهم خلص المدارس تسكر انتحروا الأمهات مبارح بس أنا بنسب إليه كمان الأشخاص اللي ترككوا جنب يظهين يعني أنسي اليوم فعلا يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب هيك بس ربنا بيرفع بلاء الوباء عمين يا رب بس أنا دائما واحد بحكي الصحة هي الأولوية ممكن التعليم سر له كله شفت لسا نجاية بس عقل ما فيها نحن نضون إنه صحة العيلات وصحة أولادنا وإحنا أكيد اليوم حديثنا معك عن الصحة وصحة ما اليوم في هاي الأجواء الخمسينية المغبرة بنا نعرف ببداية رشا يعني كيف بتأثر هاي الأجواء المغبرة على مرضى الجهاز التنفسي والرب بداية نحن هلأ عادة كل سنة بيكون نسبة الناس اللي عندهم إصابات بالجهاز التنفسي نسبة قليلة في المجتمع مثلا نحكي كبار في السن أو الأطفال تحت السنة تسنيا بيكون عندهم أعراض أزمة وأحة وعطس بس للأسف للأسف هاي السنة بتوقع أعداد هائلة من الأردنيين موجود عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة الكورونا فصراحة الحلقة اليوم مهمة جدا 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 كنا دائما بس نتوجه فيها للناس اللي عندهم ربو أو أزمة أو كبار في السن أو الأطفال بس هلا هاي بتوقع بتهم كل عيلة أردنية لأنه معظم الإصابات بكورونا بتكون على الجهاز التنفسي فبداية الجو رح يكون عندنا زي ما حكى زميلنا محمد الشاكر أنه رح يكون في حركة نشطة للهواء الهواء لما يكون سريع رح يحمل معه غبار أثربة بقايا حيوانات يعني من أجسامها شعر فطريات فهذا كله بزيد احتمالية أن الواحد يتنفسه يدخل على الجهاز التنفسي ويعمله نوع من أنواع التحسس فبداية يعني نحن ننصح أنه كل شخص عنده ربو أو مصاب بمشاكل في الجهاز التنفسي يحاول هاليومين هدول يسال ما يطلع كتير برى البيت يحاول يسكر الشبابيك يحاول أنه يشغله على مش على التدفئة أو ممكن أن يدفي أو أنه بس أهم شي أنه ظل يعمل ريسايكل للهوى نفسه ما يدخل الهوى من بر هلأ ريساي أكيد يعني فيه أشخاص ممكن أنهم يكونوا عرضة أكتر من أشخاص تانين بهاي الأجواء ولكن مضطرين أنهم يطلعوا على أشغالهم مضطرين يعني عندك مثلا مدرة ما بسامهم أنه لا خلص لو مرد دنيا حرب عادي أنه لا ما تيجو على الشغل فيه فعلا في عندك أشخاص ما بيقدروا أنهم يتحكموا بهذا الموضوع فالكمامة إحنا كلياتنا يعني نرجع إحنا كما مرضو بننبه على الموطنين دايما الكمامة لازم تكون تكونوا أنتوا لابسينها خصوصا مع كورونا أو بهذه الأجواء الكمامة بتحط أو بتساعد أنه الواحد يحمي حاله شوية من الغبار مثلا صحي حية كثير بتساعد لأن هذا كيف بتعمل فينتر وبتقلل احتمالية الدخول الأترب على الجسم بس جمالا حتى هاي الأترب بتكون على الإيدين على العين وبتيجي على العين كلها تبعمل تهيج في الجسم بتديد حالة الحساسية في الجسم فأكيد نحن وضعنا في الأردن مش الشركات اللي بتفهم سواء بتقدر صحة المريض تبعهم لكن مرضى الربو يختلفوا عن مرضى التحسس المرضى الربو تخيلي أنه بتكون عندهم القصبة الهوائية بتمدل لو كان عندي إشي زي مجسم بكون دائرة مع التحسس وليك القصبات الهوائية بتبلش تصغر بصير حجمها كتير ديئ فالشخص ببلش يعاني أعراض مسعجة جدا مثل الصدر وبيحكي لك مش قادر أتنفس بصير في صوت زي أزيز جوه الصدر بصير في بيلهات على أبسط حركة مثلا لو تحرك من بداية البيت لآخر بتلاقيه بالها التعبان مش قادر يقوط النفس فنحن إجمالا بهيك حالة يعني رح يضطر ياخد إجازة مرضية في ناس بتكون عندهم الحالة شوي أخف هي حالة التحسس وممكن إنه بس زي ما حكيتي حضرتك إنه بالكمامة وإنه يقعدوا في مكان مسكر تخفف عنده الأعراض اللي ممكن تظهر عليه طب في فئات معينة ممكن تكون عرضة أكتر يعني خلالي نحكي إحنا نحكي عن أطفال نحكي عن شباب نحكي عن نساء أو يعني عن أعمار معينة في فئات معينة بيكون مرضة أكتر غير المصابين بأمراض الربو الجهاز الأشخاص السليمين هلأ عادة هي الربو بيكون يعني بالمضع الطبيعي عادة يعني إذا نحكي بشكل عام مش عن أمراض الجهاز التنفسي بتكون عند الكبار في السن أكتر وعند الأطفال فهم بيسيكلي هم هدول أكتر فئات معرضة ولكن مثل ما حكينا يسأل في الأساس الكل يأخذ حرصه لأنه الكون تدروا أو الرئة عنده متهيزة وفي عنده مشاكل فيها فباسيكلي الكل هلأ يعني أي حدا مصاب بكورونا أو اللي عندهم ربو أو عندهم عوامل خطورة لازم ينتبهوا عن الموضوع طب إذا صار حدا عنده هذه الأعراض كيف ممكن تكون الإصعافات الأولية الإصعافات الأولية هلأ بس عشان كأنه في مشكلة في الصوت عندي ثالثة عميش نية مش بكي خشي إنو هكي عم بيقرأ إشي مبارك هيك أحسن هيك أحسن بكتير أهلا باسيكلي إنه أهم إشي إذا الشخص فار عنده نوبيت الأزمة إنه عنده ديق نفس مش قادر يلقط نفسه عن جوت فعليا بحيث إنه مش قادر يكمل يعبي رئته هوا أهم إشي عنا يا لازم أول إشي يدخل يغسل لأنه بدئي من المواد اللي بتعمل له تحسس ياخد في بخخات موسعة للقصبات هما بيجوا نوعين في بخخات بتكون سريعة المفعول مثل يعني الفنترين يعني أنا عم بحكي أسماء تجارية بس لأنها هي خلاص أريدي إنه الكل بعرفها زي كيف ما نحكي زيت مزولة مثلا ناس خلاص زي محنة دول مثلا زي أي شيء أيوة زيت ما عمل رووج لأي شركة أحنا نحكي من طبية ما في غيرهم أصلا بسوء يعني إنهيلرز مش غيرهم ما عايز يعني يعني أحكينا عن الطريقة مستحيحة لإخدام البخخات هلا هلا البخخ مثل ما سألت حضرتك إنه شو هي الطريقة للناس اللي بستر عندهم مشاكل أهم إشي إنهم غسلوا يدخل عمكان فيه أقل غبرة وياخدوا البخاخ الموسع للقصبات البخاخ الموسع للقصبات فكرته بيجي على نوعين ممكن يستخدموا الفنتلين اللي هو بنفس اللحظة بيسمو ريسكيو فينتليتر أو إنهيلر إنه بوسع القصبات بنفس اللحظة لأنها بتكون من كمشة فهو بوسعها شوي شوي وتبطل ديئة القصبات الهوائية فبصير مجرى الهواء أسهل إنه بتخفف التشنج يعني التشنج أو الادقاق اللي صاير عنده بصير يتنفس بسهولة هذا إجمالا بصير فيه شوية أغلاط بطريقة الاستخدام أهم إشي عنا يا إنه الشخص لازم يفرغ الهواء من صدري قبل ما ياخد البخاخ بعدها حطه عتمو بطريقة صح ويسحبه لجوه ويحبسه عشر ثواني بعدها يطلعه فيه النوع الثاني إن البخاخات بس أجيب لكم إياه قبل شوي كنت بحكي لساري إنه مرضة مرضى على صدري عمري لا استخدمت بخاخ ولا عمري يعني كنت دائماً أحكي للمرضى بس عمري ما عشت التجربة تبعتهم فخلال الشهر الماضي نردت مرضى على رئاتي واضطريت قبلش أستخدم بخاخ كانت مدة أسبوعياً والحمد لله تركته سألت لك مستقام بطريقة بصير قوية يعني عمري أصدري بصير صعب أو الله عادت تقريباً أسبوع في المستشفى من المرضى هاي فأنا عمري بحياتي ما قدرت يعني كنت مثلاً مرحلة في حياتي ممكن أأرقل أو هيك بس بعديها هلا والله هي سهلة حتى المكان اللي فيه دخان صرت أحس أنه أنا ما بقدر يعني هو فعلياً صحياً ممكن أن أعملي مشكلة بس حتى خلص صرت أخاف أحكي لا هاي رئاتي لازم أحافظ عليها طيح دائماً بيكون أوقات بحاجة لموقف معين أو إيش يصير معانا معين اللي يرجع يرجع لنا الوعي اللي براسنا إنه لا أوعي على حالك شو عم تعملي يعني بالعكس إنه يعني 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 بسيحتك أكتر بتكونيش مقدرة نعمة الإشي اللي أنت فيه لا لا أو والله وحتى النفس اللي نحن هلم تنفسه صار بالمستشفى يعتبر بالنسبة إلي إنه أمنية حياتي إني أرجع أتنفس زي ما كنت نعمة سالي وصلت مرحلة خلص حكيت أنا خلص يعني مش ضاهي اللي بجوز يوم يمين في الدنيا وأطلع يعني قد ما هي كانت الله يسلمك فكانت مش سهلة فصرت أستخدم بخخات دائما كنت أكتب للمرضى أحكي لهم يمين يشمال خذ نفس أسحب نفس طلع بس عمري ما عيشت هاي التجربة حقيقة غير هالفترة هاي الحمد لله إني وقفته الله يسلمك يا ربي والحمد لله وقفتهم كل ياتهم ورجعنا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله ما بتطر تستعملي وإن شاء الله اللهم أمين يا ربي فنحنا كان عندنا هذا الاختراع اللي دائماً بسألونا عنه في السيدلية اسمه سمبي كورت هذا بخاخ موسع للقصبات بس فكرته مش زي الفنترين الفنترين بنفس اللحظة هذا مفعوله بيجي طويل ممتد وبده شوية وقت لا يعطي مفعوله فأهم شي هذا البخاخ عندنا مشكلة واحدة فيه إنه لما الواحد يأخذه ما بيحس له بطعم ولا بيحس إنه أخذ ولا في حتى مثلاً صوت بخة هوا مثل الفنترين الفنترين لأنه بتحسي بالصوت أما هذا لا فكتير من نسأل عنه هذا فكرته إنه فيه عداد على اليمين بيكون وبيكون فيه عندنا قاعدة حمراء فأهم شي إنه الواحد بس بده يلفه يمين أو يلفه يعني الجهة الفاتحة عنده بعدها بده يكسر الاتجاه بعدها لازم المريض يطلق وهلا هيك بتكون العبوة جاهز إنه الواحد يأخذ الدولة اللي فيها فبعضيها إنه المريض بده يتخيل إنه بده يأخذ يشفط كل المادة الفعالة ويحطها في رئته فلازم يطلع كل النفس اللي بسدره بداية بعدها يحطه بتمه ويسحب يحط عشر ثواني بعدها يطلع النفس اللي أخذه فهاي هيك بطريقة الاستخدام لكن فيه نقطة بعد الطريقة هاي إنه الشخص بس يأخذ البخاخ في نقطة الأطبة ونحن الصياد لي برضو ما عم نحكيها للمرضى إنه لازم إنت لازم تتمضمض عشان إذا فيه أي غبارة أو أتربة أو أي إشي مثلا عالي إنه يروح لا الفكرة عندنا هيها إنه المادة نفسها إذا بدلها أثر في التم بتعمل تقرحات وفطريات فبيجينا على الصيدرية ناس بتلاقي إلسانهم كل أبيض بتصير تسألوا مثلا عندك مشكلة بتأخذ مضاد حيا بيحكي لك لا بتلاع بياخد بخاخ من فترة منذ ما يحكي للدكتور يعني إنه إنت كمريد لازم تتمضمض وحتى أنا كنت بمستشفى تخيلي هم ما بيعرفوا أنا سيدلانية أو بعرف الأدوية كانوا يجي يعطوني المسل المستع للقصبات يعني أبسط معلومة إنك إنت لما تعطين بتبخيرة تحكي لي تمضمضي وقعد في مستشفى خاص ودكاترا كبار وممرضين بمسل المسل ما بيحكوها مهمة فعلا هاي مشكلة القطاع الطبي وهالفترة هاي والله كمان لأنه في عليهم ضغط زيادة فصراحة الواحد لازم يرجع يسأل عكل حبة ذا الدواء بياخدها يرجع يتصل في مقدمة رعاية طبية سواء دكتوره وإذا الطبيب ممكن يكون مش قادر يخدم في الموضوع بقدر يتواصل مع السيدة اللي بتعامل معه بشكل دائم وما يسأل وما يسأل جوجل دائما لا جوجل على فكرة هو سبب قرابة بيوت صراحة يعني والله في موقع دائما أنا بحكي إنه إذا حدا جعباله يقرأ معلومات طبية موثوقة للأسف هو مش أساسه عربي هي هي مستشفى اسمها عاملة كل المحتوى تبعها بالإنجليزي وصر له ترجمة بالعربي فإذا حدا من المرضى بده ياخد معلومات دائما بتخيلي يعني مش قادر أحكي لك مصادر كتير موثوقة للأسف إنه مش إشي أصله إنه شركة عربية للأسف يعني ديشتا السؤال إنه أخطر على بالي هلأ أنا زمان كنت متعرضة يعني لأزمات تنفسية أمعرف شو كان سببها نفسي يعني أمعرف شو كان سببها كنت أخذ الإنهيلر اللونه أخطر يكون إنه lifesaver خلينا نحكي أو إنه هو بلحظتها بينقذ حياتك إذا أنت فعلا في عندك ديئة نفس بس لأخضر لونه وأكيد معظم الناس اللي عندهم هالأمراض بتعرف هاي النوعية لأن هاي النوعية هي المتعارف عليها بشكل أكبر كان لها طعم كربون كأنه طعم بيمر مرتوم بطريقة يعني عدد يعني مصير أنا وأنا ديقلوش بخاف يعني إيش طبب بالطعم المري اللي كانت ممكن شوي إحنا فعدنا على الموضوع الأساسي بس إنه أكيد في أشخاص عم تسأل هلا هي واحدة من مكونات بيتو فيها بيكون الحدية هاي في الطعم بس بتعرف أنا بحس إنه أحسن يكون طعمه سيء أنا بالنسبة إلي أحسن من اللي يكون ما إله طعم لأنه ما فيها المريض بيكون عارف إنه لازم يقيم بقايا الدواء من تمه مش إنه خلاص إيش مش نبين أي نعم هو ممكن إنه يكون مزعج لإرهم بناحية زي ما إنتي حكيتي كنت تخافي تاخد لكن عقل ما فيها إنه بتاخد الخطوة اللي بعدها أحسن والبخاخ اللي حكيت هي هدا الـ وصحيح هو يعتبر أو هدول 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 هم وممكن يضطروا حتى للأسف مع هلجو هذا يحطوا جهاز التبخيرة لأنه يكون محمول برذع زي البخاخ ومرطب للصدر فبريحهم أكتر طب ريشا شو الأعراض اللي ممكن تدل الشخص المسلا معرض للربو إنه معرض أو هلأ عم بتعرض لحالة مثلا من يعني لأزم هلأ أعراضها مبدئيا بس ري عنده ضيقة نفس هي طبعا أكتر من مرحلة فيه تكون أشياء بسيطة إنه لعبين ما يركض مثلا أو يعمل مجهود عضلي كبير لعبين ما يحس إنه في عنده مشكلة ومش قادر يتنفس وفي ناس بتوصل معهم مرحلة هم قاعدين خلص مش قادر ياخد النفس بصير فيه أزيز صوت هيك زي خشخش أو إنه صوت صفير أو أزيز صفير أو هيك بصير كتير تقيل صدره مش قادر يتنفس بصير عنده ممكن لأنه ما عم بيدخل أكسجين فبصير عنده دقات قلب عالية بصير فيه إزرقاق في الشفاه بصير إنه هو مش قادر يركز لأنه ما في أكسجين فهون بهالمرحلة هاي بتكون إذا وصل إنه عن جد كثير تعبان وصار عنده إزرقاق في الشفاه أو دقات قلب كتير عالية أو عم بيقل تركيزه هون بهالمرحلة هاي رح يضطر إنهم ياخدوه على أقرب مصوصف طبي عشان يزودون بالأكسجين أو إذا كان عنده مثلا ممكن بهالجو هذا كتير ناس صار عندهم يعني تخيل سبحان الله كيف تغيرت الدنيا ما حدا عنده كان عمره إسطوانة أكسجين هلا كتير عيلات صار عندهم إسطونات أكسجين أو مولدات أكسجين نتيجة الجو السيء بسبب برونا فرح يضطر لبخاخ موسع للقصبات سريع مثل الفنترين ورح يضطر ممكن تبخيرة جهاز تبخيرة في البيت لأن الوضع بتوقع مستشفيات ما صارت للأسف يعني ممتلئة فممكن أن نحط جهاز التبخيرة عنده في البيت ويقيس الأكسجين ويكمل بعدها على مولد الأكسجين أو إسطوانة أكسجين إذا كان حالته الصحية شديدة الخطورة هلا الأشخاص الممكن تتعرض لهذا الموضوع لازم يكونوا عاملين مجهود بدني ولا ممكن يكونوا فجأة قاعدين فجأة إنخلوهم هلا اعتمادا على شدة الحالة في ناس بتتفاوت عندهم ميام إنهم يكونوا قاعدين وخلاص مع الجو هذا خلاص تتقفل معهم كيف لما تدخلي أنت مثلا بشكل خلين نحكي إنه فجأة كله تراب وغبرة وتراب وقحة فتصير لحالك يعنيك تدمع وهيك وبصير عندك ديئة نفس بس بتكون مثلا محدودة بالنسبة إليك لأنك أنت مش مريضة أزمة مش مريضة ترابوم سابق فعادي بتحملي حالك وبتطلعي بس لكن الأشخاص اللي هم أريدي عندهم أزمة أو عندهم تحسس بصدرهم رح يصير عندهم مشكلة بتتفاقم وهو هنا رح يضطروا ياخدوا كل البخاخات وممكن من دون أي مجهود عضلي تكون حالتهم توصل لحالي سيئة جدا بش في أشخاص وصلني هلأ ميسج أنه أشخاص عم تسأل عن اسم البخاخ البخاخ كل ما اسمه عشان تحكي اسمه عالي هلأ البخاخ السريع اللي يعتبر هو اسمه هو حقه ثلاثة أربع دلنير في سيدالي فينتولين بس طبعا دائما بس دائما نحنا ما منحكي إنهم يتجاوز وطبيبهم ما يتجاوز وحدود التشخيص الأساسي لأنه ممكن يكون هذا الشخص عنده التهاب بسدره وممكن إنه على الفنتولين مش هو أحسن حلق له بس نحنا نحكي لمرض دربه اللي عندهم دائما هاي الحالة أو عندهم مشكلة أزمة بس مش التهاب وهم عارفين نفسهم بقدروا يستخدمه أما شخص أول مرة بيحس كل هاي الأعراض منفضل إنه يكون هو رايح على طبيبه الصدرية ومش هو يشخص حاله وحتى الصيدلاني ما بقدر يجي شخص يحكيله واحد اتنين ثلاثة لازم يكون فيه مثلا صور أشعة لازم يكون متأكد إنه هو مريض ربه نعم مش شي تاني انت بنحس إنه هاي الحالة بتتطلب يعني تدخل طبي هم بيسيكلي لما يصير فيه عنده يبطل قادر يعني باللغة البسيطة أنا مش قادر يلقط النفس وإذا صار فيه عنده تغير الشفاهية بتحكس لون يعني شوف كيف وضع الدم عنده إذا وصلت مرحلة الإزرقاق هنا لازم بتدخل طبي سريع عشان يعودوه الأكسجين اللي ما عم يدخل لجسمه طيب فيه أشخاص ممكن إنه على فرد ما بيقدروا مثلا صارتهم الأزمة هلأ وما بيقرروا ياخدوا مبعد مع الدكتور ويروح عند الدكتور وخصلا بيوضع كورونا شو ممكن الاسم طبع البخاخ اللي ياخدوه عند الشوت يعني ببقوا بصدلية بياخدوه طوال هو الفنتولين موسع للقصبات بشكل لحظي يعتبره حتى من الأشياء تعمل ريسكي ومنقذة لحياة الإنسان بس إنه دائما عشان يكون المريض عارف أهم إشي التشخيص يعني إنت هلا ممكن تيجي تاخده زي كيف آه وبدو ياخد دو حساسية طبعا وممكن إنهم مثلا بالمستشفى يطروا يعتصوا كورتزون عشان تخفف الأتاك اللي عنده بس أهم إشي عنايا إنه يتابع مع دكتور التنفسية إذا هو بريض أزمة وطبعا ممكن ياخد صريح طبعا وممكن ياخد من مثلا إذا كان بالسيدلية إشي مثلا إذا عنده بلغم إشي مضيب للبلغم أو يكون إشي ليح صدره بس ما يضطر ياخد مضاد حيوي غير تحت إسراف دكتور لأنه في عنا للأسف يساري عنا ميسيوز أو استخدام خاطئ للمضادات الحيوية فبتلاقيه ممكن يكون عنده احتقان في حلقه يحكي لك أنا بدي مضاد حيوي وممكن هلا نحن صارت يعني تخيالي الوضع كمان إشي عكسي إنه ناس عندهم هلا ممكن تكون كورونا وبيجوا عندنا على السيدلية تخيالي وبيحكي لك أنا عندي حرار عنده أعراض كاملة وبيجي بحكي لك لا لا عنده بحكي لكم إنتوا وين بتصيروا لو ورا ورا تطلعوا والله بجوز باليوم بصار يوصل عشر خطوة عشر واحد أو أكتر عندهم كورونا بيجي بحكي بحكي لك الأعراض بس عنده نفي لا لا أنا ما عندي كورونا أعطيني باندول وبطيب فعندنا ياها النقيد في ناس بدهم على أفصد إشي ملضات حيوي وفي ناس بدهم يطيبوا بس على الباندول طح طح رشا أنا بدي أتشكل كتير يعني بدي أحكي لك إنه دكاترة الصدرية والتنفسية بشكل عام هلأ بطلوا يستقبلوا ناس كتير يعني أنا عم تجرب للأسف للأسف في الوقاية معكي كورونا لأنه أنا عندي مشكلة بالأسف مثلا عارف كتير فبالموت لو تتقبلوا يا الله فنحنا ممكن سالي هيك نعطي نصائح سريعة إذا أنت مش متطر تطلع هاليومين ما تطلع من البيت لما تبلش موجة الغبر أو التراب تأكد أنك أنت مسكر الشبابيك بطريقة محكمة حاول أنك أنت ما تعتمد على الهواء الخارج عشان تدخل الهواء لبيتك حاول أنك تفتح على العادة ذاتية للهواء أو تدوير الهواء نفسه حاول إفرض أنك أنت طلعت أول ما ترجع على البيت لازم تتحمم وتغير أوعيك عشان تشطف كل هاي آثار الغبار وتكون فيها محملة ببقايا جلد ميت ممكن تكون وبر وتكون فيها فطريات فيها مشاكل زي هيك تعمل له تحسس فنحنا منصح كمان أنك أنت ضروري تاخد شور يكون عندك إذا أنت مريض أزمة متعود على هاي المشكلة يكون عندك بخاخين واحد المنقذ اللي هو اسمه فينترين اللي هو هذا بوسع القصبات بشكل سريع ويكون عندك البخاخ الثاني مثل ما حكينا السنبي كورت وهذا لا يغني عن زيارة الطبيب طبعا وبيضل عندنا إذا أنت بتستخدم بخاخ مهم كتير أنك تعرف وتستخدمه بطريقة صحيحة وبعد ما تستخدم بطريقة صحيحة حاول أنك تتمضمض وما تترك أثر لإله في تمك فبايسكلي هدول هم كل إشي النصائح الطبية نحاول نحكيها بطريقة سريعة وإن شاء الله يا رب موسم خير وإلا الله يا رب يتلطف في جميع الناس ويحمي أهلنا يا رب ويحمي الأردن من كل وباء يا رب إن شاء الله هيك بيخلص هالوباء وإن شاء الله ما حدا بتعرض لأي أزمة سنفسية أو إن شاء الله حتى يعني الأشخاص عندهم أمراضك ربا بيعافيهم يعني نشكرك رشا كتير على حضورك معنا اليوم معروماتك جدا حبيبتي حبيبتي يا ساري عندما تبصت أني معاكم حبيبتي يعطيكم ألف عافية يعطيك ألف عافية رشكرا كتير لأيك وسعى صباح متابعين خليكم معنا بعد الفاصل رح نحكي عن كيفية التعامل مع التقلبات الحرارية المتوقعة فاصل رجعين